كشفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغربة المقيمين بالخارج اليوم الاثنين على إحس القناصل الجدد للمملكة المغربية في العديد من مدن العالم والتي شملت 25 قنصلا موذعين على دول أوروبية وأثيوية وعربية من بينهم القنصل العام الجديد في مدينة إشبيليا الإسبانية ويتعلق الأمر بثير سيدي أباه وهو أحد أبناء الأقاليم الجنوبية ويأتي تعينه كرد ضمني على أنشطة عصابة البوليساريو ومسانديها المتزايدة خلال الأشهر الماضية في هذه المدينة الأندلسية وجاء تعين سيدي أباه قنصلا في عاصمة إقليم الأندلس خلف للقنصل العام الصابق الشريف الشرقاوي الذي أصبح قنصلا في مدينة برشلونة وذلك بعدما تزايدت حدة أنشطة الموالي لعصابة تندوف منذ تدخل القوات المسلحة الملكية ميدانيا في منطقة القرقرات في 13 نوانبر 2020 إذ في اليوم الموالي أعلنت العصابة عن تنظيم مثيرة وسط المدينة حشدت لها الثياسيين ونشطاء مدنيين إسبانا داعمين للطرح الإنفصالية وخلال العام الماضي شهدت إشبيليا العديد من الأنشطة الداعمة لعصابة المرتذقة التي تصر على وصف المغرب بالقوة الاستعمارية وتتهم الرباط بالطهاد الصحراويين وانتهاك حقوقهما في ظل وجود جمعية تسمى أصدقاء وصديقات الشعب الصحراوي وبروز ما يعرف بالحركة الأندلسية للتضامن مع ما يسمى بالشعب الصحراوي الأمر الذي يجعل من تعيين ديبلوماسي مغربية ينتمي للأقاليم الجنوبية المغربية الصحراوية ممثلا للمملكة في إشبيليا ردا مباشرا على التحركات الإنفصالية وإلى جانب سيدي أباه الذي عين قنصلا في إشبيليا والشريف الشرقاوي الذي أصبح قنصلا في برشلونة شملت تغيير قناصل آخرين في إسبانيا حيث جرى تعين مصطفى الصادق قنصلا عاما في فالنسيا وهي المدينة التي عرفت هجوما على مبنى القنصولية المغربية من طرفي عصابة البوليثاريو في الخامس عشر وانبر 2020 قام أحدهم بنزع العالم المغربية واستبداله بعالم الجبهة الانفصالية بالإضافة إلى تعين إدريس السوسي قنصلا في خيرونة وعبدالله بيدودة قنصلا في مايوركا وشملت التعينات الجديدة قنصلية المغرب في مدينة سيدب العباث الجزائرية حيث عين عبد راحيم شاكير قنصلا عاما في ما عين صلاح الدين بو الحروز قنصلا عاما في مدينة وديب الموريثانية ومحمد الثاداوي على رأس قنصلية المغرب في تونس العاصمة بينما عين خالد بن الشيخ قنصلا عاما في دبي الإماراتية على مقربة من جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لقضية الصحراء المغربية خرجت عصابة البوليستاريوم محاولة تبرئة نفسها والجارة الجزائر من تهمة عرقلة تعيين مبعوث أممي جديد للمنطقة خلفا للرئيس الألمانية الأسبق هورسكولر ورمت تمثيلية عصابة البوليستاريوم في نيويورك نهاية الأسبوع بالكرة في ملعب المغرب متهمة المملكة بعرقلة تعيين الأمين العامة الأممية لمبعوث شخصي جديد للصحراء ودفع ممثلين السابقين للاستقالة ورفض أي مرشح من دول محددة واعتبر البيان أن تعيين مبعوث شخصي جديد الذي لا بد أن تتوفر فيه معايير الحيادة والاستقلالية والكفاءة وأن يؤدي مهمته بنذاها ليس غاية في حد ذاته بل هو مجرد وثيلة لتيثير عملية الثلام والدفع بها قدما نحو تحقيق هدفها النهائية خروج عصابة البوليثارو لتبرئة نفسها من تهمة عرقلة تعيين مبعوث أممي جديد يأتي بعدما نقلت وكالة فرونس بريث هذا الأسبوع خبر رفض عصابة المرتزقة بتندوف لتعيين وزير الخارجية البرتغالية الأسبقة لويث أمادو مبعوثا جديدا للمنطقة بعد دراسة تصريحاته عندما كان وزيرا والتي رأت فيها أنه يميل للمغرب الاتهامات نفسها التي ثاقتها الجبهة الانفصالية لتبرير موقفها رددها وزير الخارجية الجزائرية ثبر بوغدوم قبل أيام حيث اتهم المغرب برفض عشرة أثماء اقترحت لتولي هذه المثئولية وهو ما نفاه المغرب حيث قال وزير الخارجية ناصر بريطا إن المغرب وافق على الإثم الذي اقترحه الأمين العام للأمم المتحدة لتولي منصب مبعوث للمنطقة متحدثا عن جهات عرقلة وصول مبعوث جديدة إما برفضه أو التأخر في إبداء رأيها فيها أو عرقلة تسميته من جانبها أكد استفان دوجاريك الناطق الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة أن البحث عن شخصية مناسبة لتولي منصب مبعوث شخصي أممي إلى الصحراء لا يزال متواصلا وقال دوجاريك خلال الإحاطة الإعلامية اليومية للأمم المتحدة في رده على استفسار في الموضوع إن تأخر تعين المبعوث لقرابة سنتين ليس بسبب عدم محاولة الأمين العام بل ذلك يتعلق بشكل خاص بصعوبة العثور على الشخص المناسب لتولي هذه المهمة يشار إلى أن جلسة مجلس الأمن الدولي المقبلة حول الصحراء المغربية والمقررة الأربعاء المقبلة تعد الأولى في ظل تسلم الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن مهامها حيث كانت آخر جلسة لمجلس الأمن الدولي حول هذا الموضوع بناء على طلب من ألمانيا قد عقيدت في الواحد والعشرين دجنبر 2020 أقل من أسبوع بعد الاعتراف الأمريكية بالثيادة المغربية على الأقالم الجنوبية كشفت معطاية رسمية نشرتها وثائل إعلام إسبانية عن الوضعية الكارثية التي يعيش على وقعها اقتصاد مدينة ثبتة المحتلة جراء قرار الثلطات المغربية القاضي بإغلاق معبر باب ثبتة ووضع حد لأنشطة التهريب الأرقام المنشورة تؤكد أنه خلال الثنة 2020 فقط خثر اقتصاد المدينة ما يقارب 100 مليون دولار حيث انخفض حجم وردات الثلع بنسبة 82% منتقلا من 114 مليون أورو إلى 18 مليون أورو فقط مقارنة بثنة 2019 الوضعية تبدو أكثر قتامة إذا ما قررنا الوضع الاقتصادي الحالي للمدينة بما كان عليه الوضع سنة 2012 حيث كان حجم وردات الثلع لا يقل عن 500 مليون أورو سنويا ليبدأ بالتراجع الثنة والأخرى بسبب تجديد السلطات المغربية مراقبة من جهة والاختناق المروري المتكرر الذي عرفه المعبر والذي أدى في أحيان كثيرة إلى توقف الحركة بشكل تام لينتهي الأمر بمنع جميع أنشطة التهريب مطلع 2020 وفي انتظار إعلان الرسمي عن موعد للشماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا قرر ستة وزراء إسبان تكتيف اتصالاتهم عن وزرائهم المغرب وشهد يوم الشمع انطلاق ثلثلة الشماعات افترادية من خلال محادثات بين وزيري الصناعة والتجارة في البلدين حسب ما ذكرته وكرة الأنباء أوروبا بريث ومن المرتقب أن يجتمع وزير النقل الإسباني يوم الأربعاء الواحد والعشرين أبريل مع نادره المغربي عبدالقادر عمارة من أجل مناقشة آفاق التعاون في هذا القطاع وفي الثامن والعشرين والتاثع والعشرين أبريل سيأتي دور وزراء التربية والتعليم والبيئة لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشاركة وستنتهي جولة الاتصالات هذه بالمناقشات المقررة إجراءها في الخامس ماي بين مسؤولي القطاع الفلاحية وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية فقد تم الإعلان أيضا عن محادثات بين وزراء التقافة لكن لم يتم بعد تحديد أي معد لذلك وأشارت مصادر دبلوماسية إسبانية إلى أن كل هذه الاتصالات تظهر أن العلاقات لا زالت وطيقة ومستمرة وأنه لا يوجد عامل بنيوي أو ملموث يمنع عقد القمة الثنائية بمجرد أن يتغير الوضع الحالي المرتبط بجائحة كورونا باعتبارها هي ثبب تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا في الثابع عشر دجنبر بالرباط وتأتي سلسلة الاجتماعات هاته بين الوزراء بعد شهر من استقالة بابلو إيجليسيس من الحكومة الاتلافية اليسارية وكانت بعض الأطراف في إسبانيا قد انتقدت مواقف الزعيم بوديموس المؤيدة لعصابة تندوف باعتبارها السبب الرئيسي في تأجيل القمة ترجمة نانسي قنقر